النهاردة اليوم ده يوم شديد الأهمية بالمناسبة شديد الأهمية شديد الأهمية لأن احنا بنتكلم فيه على مستقبل مصر بالمعنى الحرفي لكلمة مستقبل مصر علشان أحاول أبسط لك أو فكرتي حتى مش أقولك حتى الكلام دكتوران لأنه كان شديد الوضوح فكرتي يا جماعة يا محترمين احنا عندنا ناس كتير جدا بتتخرج من المدرسة بتطلع على الجامعة ومن الجامعة عدد لا بأس بيه نسبة ليست باليسيرة بتقعد في البيت لأنه هو دخل فيه تخصص ما أصبحش عليه حجم طلب فهمنا أصبح إيه؟ يعني تعالي كده نشوف مثلا لا افترضنا جدلا أنه مصر تبدأ تستثمر فيه مثلا ما نطلق عليه السياحة العلاجية خلاص كده؟ طيب ده معناه أنه أنا مش عايز بس دكتوران أنا عايز ناس بتاعة إدارة منشآت صحية وعايز كليات تمريد رفيعة المستوى وعايز مش عارف ناس بتاعة هندسة طبية وناس تشتغل على الصيانة بتاعة الحاجات دي وناس بتاعة لوجيستيكس حدوتة السؤال بقى هل أنا عندي هذا الكم الوافر اللي أقدر أوجهه لهذه المنشآت في وقت من الأوقات ولا لأ؟ ما عرفش ما قدرش رفتيلك دلوقتي لكن لو بتسألني السؤال ده مثلا من عشر سيين هقولك إنسة إنسة بمعنى كلمة إنسة لا طبعا ما قدرش يعني اللي كان زمان يقولك إيه؟ ما تيبقى يا جماعة نستثمر في الصحة العلاجية يعني أنت ما عندكش حد كتير قادر على إنه يدير منشآت طبية عندي عدد لبأس عدد صغير مش قولك حتى لبأس بيه عدد صغير إدرجية إدرجية فاهمين هيعملوا إيه؟ هل هنشتغل على ده؟ ده تخصص من التخصصات ده مثلا وهكذا فالعايزين نقوله إنه هل المسألة متعلقة بإن أنا بخش الجامعة وخلاص؟ طب إنت بتخش الجامعة لأساس إيه؟ يعني هو كل واحد فينا مثلا جاب 97 ولا 98% ينفع بقى دكتور؟ اوعى تفتكر إنه في حاجة بلا موهبة الدكتور موهبة مش بس تعليم لأنه جزء من موهبته إزاي هيتعامل مع المريض؟ ده دي لوحدها قصة ودراسة فهمتين أقصد إيه؟ فهل أي حد فينا جاب 97% يخش هندسة؟ برضو لأ فالسؤال إحنا على أي أساس بنحكم إن فلندا جاب 97 يصلح لهندسة يصلح لطب يصلح لاقتصاد يصلح لأثار يصلح لألسن يقلق كلية القمة يعني برة القصة مش كده وهضرب لك حتى حتى على مسألة بلاد بتعلم في الجامعة بشبه أبو بولاش زي فرنسا مثلا جامعات الحكومية فيها تقدر تعتبرها بلوشي فيها رسوم إدارية حلو؟ هو مش أي حد يخش الجامعة برضو مش بس الدرجات أنت تنفع؟ أنت بتبعت جواب طويل عريض تشرح للجامعة أنا ليه عاوز أنضم للكلية دي في الجامعة دي يا يقتنعوا يا ما يقتنعوش يبعث لك يقول لك أهلا وسهلا أو لا أسفين والله مش مهتمين مش مهتمين